طيب تعالوا بقى ندخل في الموضوع مباشرة وخلاصي حضرات ابتدى العد التنازلي بالفعل لماتش نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي والفريق بيواصل حاليا استعداداته للمواجهة القوية دي اللي ان شاء الله هتكون يوم 30 مايو طبعا الجهاز الطبي كان حريص كل الحرص على متابعة البرامج التأهلية لكل اللعيبة المصابين وكمان تجهزهم بشكل كامل لهذه المباراة منهم طبعا عمر السلية الأصبح جاهز تماما الحمد لله ويقدر يشارك فيه المباراة المقبلة بعد ما كان شارك فيه الميران الجماعي ونفس الأمر بالنسبة ليسر إبراهيم وقاليو ديانج وكمان حمدي فتحي وبالمناسبة التمرين الجماعي مبارح ابتدى بمحاضرة فنية البيتشو موسماني لتحديد بعض الجوانب الفنية وأيضا الخططية بس زي ما انت قلت يعني العد التنازلي أكيد اليوم المباراة دا يعني بيوتر أي حد بيوتر بس اللعيبة بيوتر كل شخص بيشجع نادي الأهلي كل أهلاوي كلنا بنحلم أكيد برقم قياسي زي ما بيتقال باسم الأهلي يعني زي ما احنا عارفين ويتوج بالنجمة الحداشر والثالثة على التولي زي ما كنت بقول لحضراتكو دا هيكتب فيه التاريخ فدي حاجة ما هيش مباراة وخلاص أو يعني بطولة وخلاص لا طبعا موجهات الأهلي كمان مع الفرق المغربية كبير جدا زي ما كريم كان بيتكلم وهنا لو حنتكلم بلغة يا كريم الأرقام لأ بيرجح طبعا كافة الأهلي حنتكلم على كل حال عن هذا التاريخ الكبير وبالأرقام من خلال طبعا فقرة السوشيال ميدي خلينا برضو نتكلم في حاجة إحنا حنشوف الأهلي يعني أو حنشوف الإجابات الصحيحة زي ما حضراتكو عارفين كده أو زي ما حتبعتولنا كمان وحنتكلم معاكو عن تاريخ المواجهات بالأرقام وبالأهداف كل حاجة هتبقى موثقة عشان بس بحدش يجي يقولك أنت بتقول وحي كلامنا كل حاجة معنا هتبقى موثقة